موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسليم في كل مكان انا محمد سليم وانت بتتفرج على برنامج لاب تيو من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد ينزل وما تنساش تدعونا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل الى اكبر عدد ممكن من المتابعين يلا بيه والحلقة الاولى يلا نتكلم عن جهاز الكيميا وازاي بيشتغل لو قلتلك ده لون ايه وده لون ايه هتقولي ده احمر وده اخضر وده ازرق مرافو عليك نصعاب الاسئلة شوية لو قلتلك ده لون ايه وده لون ايه وده لون ايه صعبة مرافو عليك ده لون بينك اللي هو الزهري وده لون فوشيا وده لون ماجنتا اللي هو الارجواني طيب تعال بقى نصعابها اكتر لفل الوحش ده ايه وده ايه وده ايه صعب جدا ملاحظتها انا هحلها لك ده تيري ده روبي ده سكارلت طيب اخر سؤال ده اللون البيض في كام درجة من اللون البيض في الصورة اللي قدامك علشان ما نضيعش وقت الحلقة قولنا في الكوميتس تحت كام لون انا كده خلصت حلقة النهاردة تقدر تقفل الفيديو بهذر معاك شوفت احنا عملنا ايه؟ عملنا حاجة اسمها مقارنة الوان color comparison انا عمال باخدك واحدة واحدة وبجمع في مخك نقط ومعلومات بسيطة هنحتاجها بعدين الضوء عبارة عن موجة زي ما انت شايف لكل ضوء طول موجي طول يعني لينس موجي يعني ويف ويف لينس والطول الموجي ده من اسمه هو المسافة ما بين نقطتين متتاليتين زي ما انت شايف كده it is the distance between consecutive corresponding point تعالى نقسم الاطوال الموجية الويف لينس في حاجة اسمها المجال الاشعاعي electromagnetic spectrum او electromagnetic radiation زي ما انت شايف قدامك كده انت عارف طبعا ان وحدة قياس الطول هي المتر وهنا علشان طول الموجة او الطول الموجي الويف لينس بتاع الضوء صغير جدا 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 هتكون وحدة القياس مش بالمتر ولكن هتكون صغيرة خالص قوي وهي بتكون النانومتر تعالى بقى ناخد الـ electromagnetic spectrum ده جزء جزء تعالى نبدأ بأصغر حاجة خالص تعالى نبدأ بحاجة الطول الموجي او الويف لينس بتاعها صغير جدا جدا واحد من عشرة نانومتر زي ايه زي اكس راي اشعة اكس ايوا اكس راي اللي احنا صورنا بيها القفص الصدري بتاعك خد بالك انت مش بتشوف الاشعة دي وهي ماشية عارف ليه هقولك بعدين فيه اشعة طولها الموجي اكبر شوية يعني الويف لينس ممكن عشرة نانومتر زي الاشعة فوق البنفسجية ultraviolet rays ultra يعني فوق violet يعني بنفسجي rays يعني اشعة هنختصرها في الـ UV زي الاشعة اللي بناخدها من الشمس ودي برضو انت مش بتشوفها يعني لو معدية من قدامك مش هتشوفها لكن ممكن هتستشعر تأثرها لكن مش هتشوفها طيب ليه مش هشوفها هقولك بعدين تعالى ننتقل لمكان تاني وجزء تاني من الاسبكترم فيه عندي ضوء او اشعة طولها الموجي الويف لينس بتاعها تقريبا 1000 نانومتر اللي هو تقريبا واحد مايكرومتر زي الـ infrared IR rays الاشعة تحت الحمرة ودي برضو موجات مش هتشوفها بعينك المجردة اشعة طلعة من الشمس مثلا بعض الحيوانات زي الفيل بيصدرها كل ده مش هتشوفه طب ليه مش هشوفه هقولك بعدين وبعد كده فيه عندنا موجات طول الموجي بتاعها اعلى من كده زي المايكرو ويف اللي عند حضرتك في المطبخ مش هتشوفين موجاته ليه هقولك بعدين فيه موجات طولها الموجي اعلى زي ريموت التلفزيون ه ارتكبي موات تلفزيون مش هنشوف الموجات ارموت فيه موجات طولها اعلى واعلى زي الراضار اللي يتاخد بيها مخالفة موجات اعلى زي التلفون وفيه أعلى زي موجات التلفزيون تمام وفيه موجات أعلى وأعلى وأعلى زي الراديو الراديو الـ FM ده طول الموجة بتاعة الراديو الـ FM تقريبا طولها متر وفيه اللي أعلى من الـ FM في الراديو فيه الراديو اللي هو الـ AM بتبقى طولها أعلى تعال نرجع في الجزء ده بالزات بقى عند الويف لينس أو طول الموجة من 380 للطول الموجة الويف لينس 700 الجزء اللي ما تكلمناش عنه ده الجزء ده بيقع فيه الاطوال الموجية لكل الالوان اللي حضرتك تقدر تشوفها بعنيك فعندي الاشعة الانفراريد او تحت الحمرة انا مش بشوفها اللي قبلها بشوية اللي هي الاشعة الحمرة اللي بتقع عند ويف لينس سبعمية لا دي انا شوفها اللي هو اللون لاحمر فيه عندي اللون البرتقاني عند ستمية وعشرين هشوفه واللون لصفر هشوفه عند خمسمية وتمانين اللون لخضر هشوفه عند خمسمية وتلاتين اللون لزرق هشوفه عند ربعمية وسبعين اللون البنفسيجي هشوفه عند ربعمية وعشرين فوق البنفسيجي مش هشوفه يبقى العين البشرية قادرة على التمييز والرؤية عند الأطوال الموجية من 380 ل700 هنا أقدر أشوف وبنسميه الضوء المرئي أما تحت 380 ده هسميه invisible light ضوء غير مرئي يعني أي أشعة تقعد طولها الموجي في تحت 380 أنا مش هقدر أشوفها وفوق 700 ده برضو invisible light ضوء غير مرئي أي طول موجي طويل فوق 700 برضو مش هشوفه يعني الخلاصة أقدر أقسم الـ spectrum أو المجال الإشعاعي ده كله electromagnetic radiation إلى قطعتين قطعة visible light يعني ممكن أشوفه أي حاجة ممكن أشوفها دي بتقع في visible light أو invisible light ضوء غير مرئي إما عالي علي أو أقل مش هقدر أشوفه تمام كده فهمناه لحظة واحدة بس إيه ده؟ وموضوع الحلقة كان عن إيه؟ أنا نسيت الله؟ ده كان عن الـ spectrophotometer جهاز الكيميا وإيه العلاقة وما بين جهاز الكيميا والكلام الكتير ده كله؟ مش عارف بس بص استنى هنشوف الحلقة اللي جاية الكلام ده مهم ولا لا أخي في الله أختاه في الله ده اللايك وده شير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى